وفقت إيران على خفض أنشطة برنامجها النووي خلال الأشهر الستة المقبلة مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها يتكون اليورانيوم طبيعيا من نظيرين مشاعين 99.3% من اليورانيوم 238 و 0.7% من اليورانيوم 235 والمستخدم لإنتاج الطاقة النووية وبهدف رفع نسبة اليورانيوم 235 تستخدم أجهزة طرد مركزي في عملية تعرف بالتخصيب فتفصل جزيئات اليورانيوم 238 عن جزيئات اليورانيوم 235 وهو الأخف إنتاج الطاقة يتطلب تخصيب اليورانيوم 235 بنسبة 5% فقط غير أن تخصيب هذا اليورانيوم بنسبة 90% قد يستخدم لتصنيع سلاح النووي وبمجاب الاتفاق مع إيران فإن مخزون اليورانيوم الموجود حاليا والمخصص بنسبة 20% سيخصص للاستخدام المدني ولن تخصب إيران اليورانيوم بنسبة تفوق الـ 5% خلال الأشهر الستة المقبلة كما أنها لن تواصل نشاطاتها في مصنع عينة تنز وفردو ومفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل ترجمة نانسي قنقر